بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع نكون مع بعض من 8 إلى 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية أكيد في العلقاب الأخرى داخل النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا تحية حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى عبارة عن نصين ولكن النص اللي فيه أخبار النهاردة مش هتبقى أخبارنا كتير لسبب لأن أغلب الأحداث اللي حصلت الأسبوع أو أهم الأحداث اللي حصلت داخل النادي الأهلي كانت الحمد لله مزع على شاشة قناة النادي الأهلي بداية بيوم الحد كان عندنا مباراة كرة السلة سيدات ما بين الأهلي والزمالك والتي تلعبت على صلت الشهداء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة والانتهت بفوس كبير لفريق السيدات 122-52 وزعناها على شاشة قناة النادي الأهلي ودي لقطت طبعا من المباراة وطبعناها وحللنا المباراة في الستوديو التحليلي وكان فوس كبير جدا بيأكد زعامة النادي الأهلي على كرة السلة السيدات في مصر وان الفريق ده الحقيقة فريق يعني ان شاء الله منتظر منه الكتير خاصة الموسم ده والموسم اللي جايت بقى لنا موسمين آسف بطولتين يمكن البطولة الأولى أخذناها هي كانت بطولة دوري المرتبط سوبر مصر منطقة القاهرة وده نلعب بطولة دوري السوبر في كرة السلة السيدات الدنيا ماشية كويسة الحدث ده الأولاني اللي كان يوم الحد وزعناه على شاشة قناة النادي الأهلي الحدث الثاني كان يوم الاثنين كانت مباراة كرة السلة رجال كانت الأهلي واسموحة كانت المباراة الأهلي واسموحة وبرضو شاهدناها وتبعناها على شاشة قناة النادي الأهلي وغطناها أيضا في استوديو تحليلي كان معايك كابتن طهر رجب وكابتن محمد السلعاوي واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 81-59 زي ما حدقكم شايفين لقطات من المباراة في الشوت الأول والتاني لو حدرككم فاكرين كان فيه شوية انخفاض في المستوى من النادي الأهلي نتيجة ان مستر أجوستي بوش طبعا ما كانش بص النتيجة قوي قد ما كان بص ان هو يجرب تشكيلات وينزل لعيبة وغير بدليل انه أشرق الاثناشر لعب في القيمة اللي كانوا موجودة في المباراة في الشوت الأول والتاني الثالث والرابع الدنيا فتحت الحمد لله كنا قدينا أداه كويس وسط النتيجة 81-59 وده كانت المباراة اللي كانت يوم الاثنين ويستمر طبعا الفريق في منافساته لحين التوقف في شهر فبراير أول فبراير عشان تصفيات كأس العالم اللي هتتلعب في إسكندرية دل ويندو الأخيرة وغالبا الحصوص منتخب مصر بسعود لكأس العالم كبيرة جدا وده اللي احنا نتمنىه دائما أبدا الحدث اللي كان يمكن الأبرز كان مباراة الكرة الطائرة يوم الثلاث مبارح واللي زنال حضراتكم على الهواء مباشرة من صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الأهلي والزمالك كرة الطائرة رجال واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-1 بعد مباراة الحقيقة كان فيها فنيات عالية جدا وكان أداء رجولي من النادي الأهلي طبعا إحنا عندنا أحسن من كده دي لسه تاني مباراة لنا مع المنافس التقليدي نادي الزمالك وخلينا أقول لكم أن المباراة الأولى كمان انتهت بالفوز 3-0 في ملعب نادي الزمالك في صالة عبدالرحمن فوزي انبارح المباراة العودة وانتهت 3-1 نادي أهلي خلال ما سرته في الدور التمهيدي خسر 3 أشواط فقط شوطين في مطشين مع سموحة وشوط في الزمالك فإذن الدنيا ماشية كويس إن شاء الله ونتمنى لهذا الفريق العودة تاني وحصوله على بطلطين والمفضلطين الدوري والكأس نحن حامل أفريقيا السنة اللي فاتت ولكن الدوري والكأس محتاجينهم السنة دي إن شاء الله عشان يرجعهم مكانهم المفضل وهذا الفريق هو فريق الأكبر أرقاما حصدا البطولات المحلية والأفريقية فريق كرة الطائرة رجال الحقيقة بيحطم الأرقام فإن شاء الله منتظرين من المسطر السنة دي الدوري والكأس كالعادم النص التاني بيعمل حلقتنا النهاردة يكون معنا كرة السلة الحقيقة في بداية هذا الموسم نجح بشكل كبير مجلس الإدارة اتخذ قرار بالتنصيق مع النشاط الرياضي نجحه في اتخاذ قرار بتعيين رباعي رباعي جديد بيتولى مهمة قطاع الناشئين خلفا للكابتن سيد صابر والدكتور النمر طبعا كابتن سيد صابر والنمر قدوا أداة كويس جدا جدا وعملوا اللي عليهم وخرجوا يعني لعيبة جيدة جدا ولكن دي كانت وجهة نظر النشاط الرياضي ومجلس الإدارة وطبعا كانت تحترم وجم بنوا على اللي عملوا اللي قابليهم كان رباعي مستر دانيا الكوتش دانيا أو الرئيس قطاع الناشئين الأسباني تولى مسؤولة رئيس القطاع مساعدين معاه كان كريم ضيف والجمال طبعا احترمنا الألقاب دول اللعيبة كبار جدا في النادي الأهلي وسهموا بشكل كبير جدا في نجحات النادي الأهلي في السنوات الماضية سواء الجمال أو كريم ضيف وتولى معهم كابتن مودي الجرحي طبعا كابتن الفريق السابق للفريق الأول وكان أول سنة يعتزل مسك كل ما يخص إداريات الفرق الناشئين حبنتكلم هنا على رباعي تقيل رباعي الحقيقة يعني حبهم وعشكهم للنادي الأهلي كبير جدا كانت اللي نعكسات واضحة على طول السنة دي أول سنة يمكن من ساعة أنا مواعيت الحقيقة ويركز في البسكت ما حصلش هذا الإنجاز أربع بطولات القاهرة حصدناهم في الأربع مراحل سنية 16-18-14-16-18-20 اللي 14 بقيادة كابتن خدعيات 16 بقيادة كابتن إسلامي كلاني 18 بقيادة كابتن محمد أشهر توفيق 20 بقيادة كابتن ماجد سلام اللي 4 مراحل سنية كان دايما كل سنة يتقع منك مرحلة مرحلة أو اتنين في بطولة القاهرة ما بتاخدهمش كلهم من فترات طويلة جدا الحقيقة أنا مش فاكر يعني لو برجعت بالزاكرة كده 20 سنة وراء مش فاكر حاجة زي كده حصل لأول سنة نحصد لأربع بطولات النهاردة هيكون معنا أول فريق من اللي حصد البطولات دي وفريق الشباب تحت 20 سنة هيكون معنا 6 لعبين هيكونوا معنا 6 لعبين نهاردة نعرفكم بيهم ونعرفكم قدي الجهد المبزول وقدي الولاد دول كانوا ولاد النادي الأهل يعني زي ما يقولون منذ يعني نعومة أظافرهم من 7-8 سنين وما بيعابوا في النادي الأهل النهاردة دلوقتي عندهم 19-20 سنة منهم اللي هيكمل في الدرجة الأولى ومنهم اللي هيروح أندي أخرى وقد في يوم من الأيام يرجع النادي الأهل تاني هيكونوا معنا النهاردة هيكون معنا محمد نبيل بخيت وهيكون معنا يوسف محمد وأحمد غيدي وهيكون معنا نور الدين طارق وسيف الدين وقل سعيد ومحمد أحمد لاعب النادي الأهل طبعا كل دول اللاعبين النادي الأهل 20 سنة هيكونوا معنا انتظروا في فقرة الحوارية أكيد طبعا هيكون معنا نمازك مشرفة جدا من شباب السلة في النادي الأهل